السلام عليكم. في كتاب اسمه ارض العميان. ارض العميان ده رمز ان الواحد لو موجود في مجتمع المجتمع كله يهتبنى اراء خطأ و يهتبنى انها خطأ. هل يهتبنى نفس الاراء ديت ولا يدافع عن اراء اللي هو مقتنع بها. القصة ان واحد بيروح منطقة. المنطقة ديت كلهم عميان. المنطقة صعبة انتوصل لها. منعزل عن العالم كله. فهو بيحاول يقول لهم ان في حاجة اسماء الوين اللي حاجة فيها اسماء عيين. وفقا ان هم كلهم عندهمش عيون. كان جاءل كان فيجي مرض. خلى الناس كلها عيونها مباش موجودة. واللجال اللي جيت بعد كده نسيوا موضوع العيون وبدأوا يعتمدوا على السمع وبدأوا يعتمدوا على الشم. في معرفة كل حاجة. فهو بيحاول يقنعهم اللي في حاجة اسماء عيين و اللي في حاجة اسماء الوين. فبيقول لهم انت عبيت ان انت بتتبنى اراء غلط. وبعد كده هو بيحب واحدة عايزة تتزوجة وهم سامينو عباة القرية فما ينفعش طبعا واحدة طبعية اتجاوز عباة القرية. بعمل كونسيون طبي قالوا ان انت عندك اه حاجتين كده ما نومش اي لازمة خالص. اللي هما الاتين دول. لو شلناهم هيبقى كده انقذنا مخك من المرض. فتقدر ان انت تفكر صح وتقدر تتكلم بكلام سليم. فبيحطوا قدام الاختيارين دول. والكاتب نفسه ما عارفش يختار سابل نهاية مفتوحة. زي تمثال بينوز كده من غير ازرع. لو ان جماله ان هو ما يكونش ليه ازرع. اه 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 تلات حاجات. تمام? هما حطوله دول مختيارين وفي اختيار تلت. الاختيار الاول ان هو يعمل عملية ويشيل عني اللي اتنين وعيش مع الناس كلها ماشي معاهم في الطيور. الحاجة التانية ان هو اه اه يفضل عبيت القرية والناس كلها تحتكروا. هو بش قدر يخرج لعالم الطبيعي في عيش كده عبيت. والناس كلها بتقوله يهبى لي عبيت. الحاجة التالتة بقى ان هو يتظاهر ان هو خلاص خف وما يتكلمش في كلام ده تاني ويبدأ يمشي معاهم زي ما هم عايزين وعمره ما يتكلم في اي حاجة من الحاجات اللي هو ان فيه حاجة معيون او فيه ناس تاني عايشة برا هنا او ان فيه الوان او ان فيه فرشات. فانت تختار ايه? والراجل كده سابه في اخر القصة قالك انت تختار. لو المجتمع كله ليه رأي معين نتيجة الاغراض سياسية او الاغراض فكرية كلهم تبنوا رأيه. هل انت تبنى رأي ده رغم ان انت عارف ان هو غلط وتظهر به ولا توافق ان انت تقال عليك عبيتة القرية وتظهر لتقول رأيك رغم ان انت مفيش حد ما معيك ورغم ان انت مانبوز ومفيش حد مقتنع برايك. ما نساش ان جاليليو وكوبرنيوكوستو الناس دي كان لها اقراء معينة. بسبب الاراء دي ناس كترة كتبت ان هم مجانين وملحدين وازاي عرضه وارستو. وارستو بيقول ان الارض هي مركز الكون وان كل حاجة بتدرع عليها واستدالوا بعد كده ان المسيح ورد فيها فالاكيد هي مركز الكون وكل حاجة بتلفها حواليها فما كانوش مقتنعين تماما بالعكس الكلام دوت. فانت اختار تحب ان انت لو مقتنع برأيي تقوله على طول رغم ان كل الناس شاف عكسه ولا تتبنى قراء الناس. انت اختار.